نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن إيران نقلت وسائل دفاع جوي متقدم الحزب الله اللبناني وضافة الهيئان الجيش كشف جزءا من صاروخ أرض جو إيراني هذا هو التوثيق الأول لوجود مثل هذا الصاروخ على الأرض اللبنانية الذي من المحتمل أن يكون قد أصيب في هجوم إسرائيلي أو سقط بعد إطلاقه وفي موازات التصعيد الذي شهده لبنان وإسرائيل اليوم والقصف المتبادل بين الجانبين قالت المنسقة الأممية للبنان إنها أكدت في لقاء مع قائد يونيفال أهمية عودة جميع الأطراف لوقف الهجمات على طول الخط الأزرق والالتزام الكامل بتنفيذ القرار 1701 الثالث ماهو السيارة؟ ماهو السواركي؟ هو أمامهم أسعى إسرائيل دائرة استهدافها لعمق الجنوب اللبناني عبر شنها غارات على منطقة الزهران في قضاء الصيدة وشن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدتي النجارية الساحلية ما أدى إلى مقتل عنصر في حزب الله وطفلين سوريين شن غارة أخرى على بلدة مجاورة في منطقة الزهران قضاء الصيدة وتبعدان نحو ثلاثين كيلومتر كمسافة مباشرة عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل هذا وكان حزب الله أعلن أنه شن هجوما جويا بعدد من المسيرات على مقر كتيبة المدفعية في شمال إسرائيل وقاعدة لوجستية أخرى في الجولان بخمسين الصاروخ كاتيوشا في رد على استهداف بلدتي النجارية وفي إسرائيل أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رست إطلاق نحو خمسة وسبعين أو خمسة وسبعين قضيفة صاروخية من لبنان نحو إسرائيل ومن بيروت ينضم إلينا العميد وهبي قتيشة النائب السابق في البارلمان اللبناني سيدة العميد أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة نتابع معك دائما هذه التطورات ونتابع مع المراقبين في الشأن اللبناني من لبنان هذه التطورات في المنطقة الحدودية اليوم حزب الله يستخدم أسلحة جديدة بالإضافة إلى ترسانتها السابقة هل هذا مؤشر جديد على تصعيد على اختلاف مع عسكري بين الجانبين حزب الله وإسرائيل؟ طبعا هذا تصعيد خطير لأن حزب الله حتى الآن كان يمتلك صواريخ أرض أرض وأسلحة أو طائرات مسيرة إنما عندما يقول بأنه يمتلك أسلحة مضادة للطائرات هذا يعني أن مستوى القتال أو مستوى التسلح لدى حزب الله انتقل من مستوى إلى مستوى آخر يشكله خطرا على سلاح الجو الإسرائيلي بالمعنى سواء كان هذا السلاح فعال أو غير فعال إنما هذا النوع من السلاح عندما يمتلك تمتلك ميليشيا سلاح مضادة للطائرات صواريخ مضادة للطائرات يعني ذلك أنها انتقلت من مرحلة من التسلح إلى مرحلة أخطر بكثير لذلك أعتقد إذا صح هذا القول بأن حزب الله يمتلك سلاح مضاد للطائرات يعني ذلك أن إيران قد دخلت في هذه المعركة بطريقة مباشرة في محاربة إسرائيل وهذا طبعا يرتب على الجانبين عمليات قد لا تتوقف على المشاغلة التي نراها حاليا أو على التصعيد الذي صعد إليه اليوم حزب الله أو منذ أيام سواء كان من كسابة الأسلحة أو من العمق في الأسلحة إلى أين تصل هذه التوطوات بحسب اعتقادك بين الجانبين بعد كل هذه التطورات التي ذكرتها وبعد الأسلحة الجديدة التي وصلت لحزب الله هذا يزيد التأكيد من جهة إسرائيل بأن العملية عندما تنتهي في غزة يجب أن تنتهي في لبنان إنما بعمل عسكري لا يمكنها القبول بسلاح مضاد للطائرات بيد ميليشيا غير دولتية يمتلكها حزب الله وهي تبقى ساكتة أو دون أن تحل هذه المشكلة نهائيا طبعا الحرب مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل إنما لم تكن شاملة ولن تكن شاملة مع أنها تصعدت وحزب الله يريد أن تبقى على هذا المستوى لأنه لا يريد أن تذهب إلى حرب شاملة لأنه يخسر فيها إنما إسرائيل لا يمكنها القبول بهكذا حرب وبهكذا مشاغلة كل سنة أو سنتين أو سلاسة خصوصا ولكنها لا تريد حسم قضية جنوب لبنان قبل حسم قضية غزة لأن غزة هناك الرهائن هناك المعركة الرأم واحد هناك الأفضلية وبعدها تعود لحسم المعركة مع لبنان سلما أو حربا ولكن هذا التصعيد يقودها إلى استراتيجية جديدة بأن السلام قد يكون صعبا بين حزب الله وإسرائيل نتحدث وكأن إسرائيل تفاجأت بحجم وقوة هذه الأسلحة ألم يختبر الجانبان بعضهما والأسلحة المتوفرة لديهما في الكثير من المناسبات وخاصة بعد السبع من أكتوبر كذلك أسلحة حزب الله كانت وصلت إلى مدى بعيد ألم تعلم إسرائيل بحسب اعتقادك بأنه ثمت شيء متطور عسكري عند حزب الله لا طبعا إسرائيل تعرف وتعلم أن لدى حزب الله صواريخ بعيدة المدى أرض أرض وهذا لا يشكل خطر الذي أقول عنه إنما الخطر الذي أتكلم عنه هو في امتلاك حزب الله لأسلحة مضادة للطائرات الأسلحة المضادة للطائرات هي تنقل هذه الميليشيا كما قلت من مستوى معين من تهديد معين إلى مستوى آخر الذي لا يمكن لإسرائيل أن ترضى به إلا أن إذا طلعنا على تاريخ الحروب بين إسرائيل والجيوش العربية نعلم مدى خطورة هذا السلاح خاصة عندما يكون بيد ميليشيا شكرا جزيلا لك من بيروت كنت معنا العميد وهبي قاطيش النائب السابق في البلامان لبناني شكرا جزيلا شكرا جزيلا